تفقد محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المبادرة تعزز مقاومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفر الشيخ وتهدف إلى بناء الإنسان المصري وذلك بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية مؤكدا أن المبادرات الرئاسية دائما تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني السياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع بنوصل بكافة الخدمات الحكومية بالتكامل مع القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني لأهلين في كل البلاد وهنا نحن النهاردة في قرية كريمة أنا شايف فرحة الأهالي وحتى بيقابلونا بالزغاريت ودي حاجة يعني تدي طاقة إيجابية جميلة جدا ده دليل على سعادتهم بهذه المبادرة وده أكبر دليل على النتائج الإيجابية لهذه المبادرة وأنها وصل أهلنا وأنا جاي أسمع مشاكلهم بالإضافة للخدمات الحكومية اللي بتقدم لهم وبوعدهم أي مشكلة موجود حلها عندها حلها لهم إن شاء الله أنا بشكر في خامة السيد الرئيس على المبادرة الكريمة اللي موجودة مبادرة بداية اللي جات لنا في قرية دقالت والمجهود الرهيب اللي موجود في الكوافل الطبية والكوافل البطارية وحل مشاكل الناس أنا شفت كل خدمات حلوة وطبية حلوة وده كطرة حلوين والناس محتموة وكل حاجة حينها حلوة وإحنا فرحانين بكل حاجة هم بيعملوها الكوافل الطبية على مستوي جميع الكشفاء وجميع التنظيمات الحلوة اللي شفتوا النهار دي من حضراتكم أنا ما شفتوش أنا سنة واحد وستين سنة ما شفتوش على مدار واحد وستين سنة بصراحة مش مجملة